موسيقى أهلا بكم مشاهدي الأعزاء أرحب بكم في هذه التغطية المتواصلة والمباشرة أيضا من قناة الحوار في لندن لآخر التطورات في تونس نأخذ في هذه الساعة الأولى من هذه التغطية فقرة تخص المواقف الدولية مما حدث في تونس نتحدث عن الموقف الفرنسي والأوروبي وأيضا الموقف الأمريكي وأيضا موقف الأمم المتحدة ثم نتحدث عن المواقف العربية مما حدث للتطرق لهذه الموضوعات أرحب هنا بإضافية في الأستوديو الأستاذ أحمد الأصفهاني الكاتب المحلل السياسي وكذا الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان الأستاذ سعد جبار أرحب بكم أضيفي الكريمين أبدأ معك أستاذ سعد سهل الكثير من الحبر في قراءة للمواقف الدولية أريد أن أبدأ بالموقف الأوروبي والتركيز على الموقف الفرنسي حول بداية الأحداث يعني الانتفاضة والارتباك في موقف سلطة بن علي وردود الفعل من فرنسا الجواب موجود في التاريخ التونسي بحد ذاته ولد الشعر الشاب عندما قال إذا أراد الشعب يوم إذا يفدي الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر وهذا ما حدث بالنسبة للدول الغربية إذا كانت هناك حركة شعبية ذات مصداقية تتحرك في الشارع بشكل جماعي لا يمكن للدول الغربية أن توقفها وعليها الآن يجب أن نتحدث عن المستقبل لأن هناك انتفاضة هناك مكسب شارك فيه كل فئات المجتمع التونسي وكل التيارات من المجتمع المدني من اليسار اليمين وبالتالي الثورة التونسية أو الإنجاز الأول كل فرد تونسي له حصة فيه وبالتالي يجب الحفاظها على هذا المكسب كيف على المجموعة الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لأن القضية تونس والمكسب الحالي وخلق نموج ديمقراطي لكل الدول العربية يجب أن يحافظ عليه بكافة وسائل وهنا على دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا أن تعمل شيئا تفترض أن تونس هي في وضع دستوري وقانوني كما كان عليه الحال في ألمانيا وإيطاليا بعد سقوط النازية ونهاية الحرب العالمية الثانية بمعنى المساعدة المساعدة في خلق دستور وآليات قانونية بحيث يؤسس للديمقراطية بحيث يخلق أو ينشأ أو يصدر قانون الانتخابات بناء على التمثيل النسبي بحيث لا حزب ولا قوة سياسية يمكن أن تحتكر الموضوع مثل ما حدث في عهد النازل التخويف من الإسلاميين لحد الآن هذه فقرة هذه فقرة الفرنسيون أثبتوا فشالهم في المغرب العربي أثناء الاستعمار وقاوموا الاستقلال فخلقوا كراهية لدى الجيل القديم إلى حد الآن في الآن يجب أن يرتكبوا مرة ثانية خطأ آخر ويقفوا ضد حرية الشعوب وبالتالي يخلقون جيش جديد يكرهم إلى عشريات قادمة هل هذا يفسر تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية اليومارية عندما تحدثت عن مساعدة أو تصدير خبرة فرنسا في التعامل مع المظاهرات ساعات قبل السقوط بن علي يعني إذا سمحت لي أريد أن أفترق لا أختلف ما سيساعد فيما يتعلق في الموقف الأوروبي الغرب بالمطلق لم يتخلى بعد عن النزعة الاستعمارية في النظر إلى شعوبنا هذا أمر محسوم سواء كان هناك حكومة اشتراكية أو عمالية أو يسارية أو غير ذلك في أوروبا النظرة الاستعمارية هي السائدة في نظر إلى شعوبنا وشعوب العالم الثالث هم يعتقدون أننا شعوب لا نستأهل الديمقراطية هم يعتقدون أننا مجرد جماعات إثنية طائفية مذهبية عرقية لا تشكل شعبا وبالتالي لا يمكن أن تشكل ديمقراطية على هذا الأساس هم لا ينظرون بعين الرضا لأي محاولة ديمقراطية تحدث في بلادنا وهناك تجربة أخيرة لا نعود إلى الجزائر أشبعت بحثا تجربة الأخيرة هي تجربة الضفة الغربية أجريت انتخابات ديمقراطية رفضها الغرب لأنها أنتجت ما لا تريد العقلية الغربية أن تقبله في رأيي بكل بساطة حتى لو انتصرت الثورة التونسية بالمطلق كما تفضل الأخ سعد وأنشأت مؤسساتها بكل أطياف المعارضة التونسية لم تعد معارضة بكل أطياف الشعب التونسي الآن الغرب سيبقى يعمل من أجل لوضع العصي في دواليب مثل هذه المحاولة والسياسات الغربية بالنظام بن علي كانت واضحة أنا لا أستطيع أن أتصور على سبيل المثال أنت ذكرت الأمم المتحدة الأمم المتحدة قررت قبل يومين على ما أعتقد أن توفد خبراء من حقوق الإنسان إلى تونس للنظر بما يجري هناك أين كانوا في 23 سنة عندما كان هناك عشرات بل مئات بل ألوف من المتهدين المعتقلين المنفيين أين كانت الأمم المتحدة وخبرائها في النظر إلى ارتكابات بن علي الغرب لا يمكن أن يقبل وهنا التحدي الكبير وأعود إلى مقاله الأخصاد هنا التحدي الكبير على الشعب التونسي أن يقيم نظامه الجديد وأن يكون حريصا في التعامل مع الغرب وأن لا يسلفهم ثقة مطلقة طيب تشارل كوغان وهو الرئيس السابق لقسم أشاق الأوسط وآسيا في المخابرات الأمريكية يقول في تصريح لمجلة هافينغتون بوست بأن موقف الفرنسي يمكن قراءته من هذا الباب الذي ذكره ربما أستاذ أحمد الإسفهاني أن هناك أرجل كولونيالية تريدها فرنسا في المغرب العربي نحن نريد أن نقول لفرنسا هذه فرصتها مرة أخرى أن لا تتدخل وإن تتدخلت ولا أقول تدخل يجب أن تقوم بمساندة ما هو قائم من أجل إنشاء والتأسيس للديمقراطية نحن لا نطمن تدخل تدخل لمدة قرون لمدة عشرة سنين كان دائما لصالح أنظمة لماذا؟ لأن هذه الأنظمة خوفتهم بشيئين أساسيين البديل لنا في المغرب العربي هو الإسلامي ونحن حما تكون من الإرهاب بالنسبة للشرق خاصة بالنسبة لمصر إن تغير النظام في مصر فإن السلام سينتهي بيعنا الرهان على الدكتاتورية لاستبرار السلام رغم أن الغرب يجب أن يعلم أن السلام دائم يجب أن يتمع الحكومات الشرعية والحكومات الديمقراطية إذن نحن بقينا رحين ورقتين أو ثلاث التخويف من القاعدة حتى الشخص حكومات لا عندها قاعدة خلقتها والتخويف بالإسلاميين والتخويف بسقوط اتفاقية السلام ما هو الحل؟ أنا أقول رهان الآن لأوروبا لأن فرنسا لديها أحكام مسبقة بالنسبة للمغرب العربي الفرنسا تتصر تتصر جميلة مع الخليج وغيرها تتصر بشكل بشكل يعني معقول المغرب هناك بذور استعمارية ولازل فعلا تضل نظرة تخشى من الحكومات الشرعية لأن الحكومات الشرعية لا تلقس من سيادتها وعليه من الأسهل مساومتها وابتزازها الآن لماذا نقول أنا أقول لك صراحة تصريح الأمريكي لننا نعتمد على الغرب لكن إذا يحبوا يساعدوا ههور رهان نحن نريد نخطق نموذج كيف تطلب نطلبه ما هي المساعدة التي نطلبها منه في إطار الشراكة المتوسطية الأوروبية تعرف كم حصلت تونس عشر بليون من أجل تحسين الاقتصاد وقالت النظام التونس نحسن الاقتصاد بحيث نبني للإصلاح السياسي فإذا به بدون إصلاح سياسي نحن شاهدنا السرقات والاختلاسات بقبل نظام لكنهم كم يعلمون بهذه السرقات المخبرة الفرنسية عندها ملفات عن سرقات بنعمي وعائلة الطرابونسي ما هم يعلمون بهذا هي وليك الويكيليكس قالت هذا نظام مافيوزي عيده تسرق هذا قبل وكث الخير هم أنه تشوفها الويكيليكس نوع بكل صراح لكن قليلا نرجع إلى النقطة الأساسية كيف يمكن نساعد الغرب نحن لا نستغناش عليها مساعدات لكن ليس تدقل تدقل لإجهاض الثورة التي لدينا وهو ثورة حقيقة ثورة شعبية أو نحولها إلى مكسب نحن لا نرفض المساعدات التي تتخدم في صراحنا لكن لحد الآن يجب أن يثبون نحسن نوايا أمريكا مثلا التصريح الأول لدى الحكومة الأمريكية ماذا قالت عن تونس يجب ضمان حرية التعبير وحق التجمع أنا أعتبر هذه نقطة إيجابية جدا يعني الدستور الأمريكي يقوم إذا كان عندك حرية التعبير وحرية التجمع عندك حق تظاهر وعندك حق تشكل أحزاب فهذا هو التأسيس للديمقراطية لكن أنا أقول لك الآن تونس يجب أن تعامل وكاننا في إطار مخطط مارشال تساعد اقتصاديا والبداية تساعد سياسيا وأمنيا أن تطلب من دول المحيط اللي تتدخل بمخابراتها وبمناوراتها ومخابر الشر بحيث يساعد هذه المخابرات من كل دول المنطقة تريد أن تقلق نوع من الفوضى بحيث تؤسس لدخول الجيش ويصبح الجيش هو الضامن الحقيقي وهذا ما ننبه له بإمكان الدول الغربية أن تنبه الجيش أن لا يتدخل يتدخل فقط لحماية الأمن لكن لا تدخل السياسة سنتحدث عن فكرة هل هذا فعلا ما يريده الغرب ألا يخشى الغرب من أنا أقولت من أراد أن يساعد هاي الوصفة السياسية أو الطبية السياسية قبل أن نعود عليك أستاذ أحمد معي من الجزائر عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر أستاذ عبد العالي رزاقي ورحب بك أستاذ عبد العالي في هذه الحلقة أسمعك أستاذ عبد العالي نتحدث عن الموقف الأوروبي ويعني بالتحديد عن الموقف الفرنسي كيف قرأتموه من هناك من الجزائر أعتقد أن الفرنسي أصلا موجودين في المؤسسات الجزائرية والتونسية والمغربية موجودين في قوة وموجودين في المؤسسات الاقتصادية ولهذا ما حدث في تونس بالنسبة لهم يضرهم على المستوى الاقتصادي على المستوى العام سيضرهم بالنسبة للجزائر سيضرهم أكثر لأن في الجزائر هناك مئتين وستة وثمانين مليار دولار عليها التنافس الفرنسيون لهم حسة الأسد ولهذا القراءة بالنسبة لنا لفرنسا أن فرنسا تريد أن تحافظ بقدر الإمكان على الوضع القائم وتحاول أن تدعم السلطة القائمة أو على قد بحث عن سلطة موالية لها دون أن تخسر الشارع الجزائري أو الشارع تونسي أعتقد أن هذا القراءة فإذن الفرنسيون مصلحة بالدرجة الأولى ولهذا الآن يراهنون أولا بالنسبة للجزائريين عندما يتحدثون عن 3 ملايين جزائري في فرنسا عموما وعندما يتحدثون عن تونس يتحدثون عن 600 ألف تونسي موجودين فإذن هناك ورقة الضغط هي المهاجرون الموجودين في الخارج وهذه الورقة مستعملة بقوة في الجزائر وتونس أعتقد أن الموقف الفرنسي موقف مخجل لماذا مخجل؟ لأنه ابتزاج للسلطة وابتزاج كذلك لعموم للعلاقات وما بين الدولة بالنسبة لي ما ذكرت الصحف الفرنسية حول خشية فرنسا أو ترقب لموقف فرنسي لو وقعت موسمة حالة العدوى ومرشح لها الجزائر يعني كجار ربما ليبيا وأيضا اليمن والأردن ومصر دعنا نتحدث عن منطقة المغرب العربي وما يخصها في علاقتها مع فرنسا هل نتوقع أيضا رد فعل المشابه من فرنسا هو لازم ننظر ظاهرتين مختلفتين بالنسبة لتونس الحزاب والمجتمع المدني وكل من يمارس يحاول أن يمارس السياسة في تونس النظام السابق أقصاه بمعنى أنه أنساه أو أدخله للسجون في الجزائر العملية عكس أنه احتواه بمعنى حول الأحزاب وكل المجتمع المدني إلى مساندة معنى عندما يتحرك الشارع سيجد مشكلة قوية أنه يتحرك ضد أولا الأحزاب ضد السلطة ضد المجتمع المدني فإذا هناك مشكلة للشارع الجزائري ولهذا فقل التحرك في الشارع الجزائري طبيعي أن يكون ونلاحظ أنه يوميا حاليا عندما نأخذ إحصائيات الحرق أو إحصائيات الانتحارات في ولاية فقط الولاية هي الولاية الوحيدة التي ليست فيها السلطة وهي تتوز عدد الذين انسحروا خلال العام الماضي سبعة وستين شخصا فإذا بمعدل أن هناك أسبوعين كالانتحار فإذا مشكلة جوهرية بدرجة فهناك تعلم الشارع يواجه مشكلة إذا النظام لأن النظام له جوانب هي المجتمع المدني والأحساب إذا الفيرانسيين يتخوفون بأن نهايتهم هي ستكون في الجزائر وليس في جونس أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلم السياسية في جماعة الجزائر دكتور عبد العالي رزاقي على هذه المشاركة طيبة كتظيف عبر الهاتف من الجزائر أستاذ أحمد نتحدث عن الموقف الأوروبي هناك النظام الرسمي هناك انتقادات أيضا للمنظمات الحقوقية في أوروبا هناك انتقادات للأحزاب حزاب الخضر حزاب اليسار التي كانت في المعارضة سواء في فرنسا وغيرها أنكم أيضا تشاركون في هذا التعتيم 23 سنة من حكم بن علي كانت كافية أن تعلموا بأن هذا النظام هو نظام قمعي وفاست يعني بعض الناس يتهمونني بأنني متطرف في رأيي شخصيا بشكل عام لا أقول 100% بس بشكل عام كل المؤسسات التي تعمل في نطاق الغرب عندما تصل الأمور إلى المصلحة الوطنية الاستراتيجية للغرب تصطف باتجاه واحد سأعطي مثالا بسيطا يعطيك مؤشرا الصحافة في بريطانيا الليبرالية واليمينية واليسارية وسميها ما شئ عندما اندلعت الانتفاضة أو المظاهرات في إيران نعلم جميعا بعد الانتخابات أصبحت هي الموضوع الأساسي لا أذكر أنه سقط كثير من القتلى أعتقد سقطت قتيلة ندى آغا سلطان تحولت إلى شعار أي مظاهرة ضد إيران الآن صورها مرفوعة بعد شهرين أو ثلاثة فقط سقط في كشمير 128 شهيدا قتيلا بمظاهرات مدنية للعزل مطالبين بالحكم الزاتي وبرفع الكابت الهندي عن كشمير لم تحتل هذه الأحداث في كشمير ولو زاوية صغيرة في الصحافة البريطانية بما فيها اليسارية إذن حمليا المنظمات الاجتماعية منظمات المجتمع المدني هنا كانت تدخل في السياق ذاته هناك بعبع خلقه لنا الغرب في الماضي كان البعبع هو اليسار والاشتراكية والشيوعية وما شبه ذلك الآن البعبع هو التطرف الإسلامي الإسلاميين أعتقد قبل أن أأتي إلى الاستوديو قرأت بأحدى وكالات الأنباء أن رئيسة حزب المحافظين فارسي وهي من أصل باكستاني إسلامي ستقول في خطاب يلقى غدا أن المجتمع البريطاني الآن بات يقبل التمييز ضد المسلمين ستقوله علنا ولأول مرة ويعتبره عاديا ويعتبره عاديا والسبب في هذا القبول هنا لنقطة أنه أن التفسير الغربي لأن هناك إسلام معتدل وإسلام متطرف بات يبرر للمواطن الأوروبي بشكل عام والإنجليزي أن يكره الإسلام بشكل عام لأنه لا يستطيع أن يفرق بين معتدل الغرب خلق هذا البعبع المنظمات المجتمع المدني أيضا دخلت في هذا البعبع واستخدم هذا البعبع ولذلك كانت ترفض وهنا أريد أن أقول قبل يومين كان زميلنا نوري الجراح في هذا الاستوديو وتحدث عن غياب النخب التونسية طبعا هو مخطئ النخب التونسية كانت موجودة كنت ألتقي بعشرات من التونسيين في أوروبا يحدثونك عما يجري في تونس لكن أحدا لم يكن يصغي لأن هذه المؤسسات كانت تتبع النظام الرسمي وغير مستعدة للنظر في اتجاه آخر في هذا السياق الصحف الفرنسية وأيضا الصحف الجزائرية أذكر هنا ربما جملا من الوطن الجزائرية الانتقادات أنه في نفس الوقت أوروبا وفرنسا كانوا يعتمان عن الوضع في تونس في نفس الوقت كانوا يدعون للديمقراطية في كوديبوار وعطوا هذه المفارقة هل ممكن أن ننتظر شيء من هذه الفرنسا وهذه الأوروبا التي تتعامل بمعايير مزدوجة يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا أن الرهان يجب أن يكون على الداخل مثلا سربيا في عهد ميلوسوفيتش حاولت بعض المعارضة أن تطيح أو تتناوي وتواجه وتتحدى ميلوسوفيتش لكنها لم تتمكن لأن المعارضة والشارع كان ضعيفين عندما ثبت للدول الغربية أن الشارع بدأت جديا في الإطاحة بميلوسوفيتش وهذا يتماشى عن مصلحتهم هنا قيادة الحلف الأطلسي اتصلت بقائد الأركان بالقائد البوليس وبقائد المخابرات وتم انذار هؤلاء جميعا بأنه لتطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين ستحمل تتحمل مسئولية مسئولية فرضية وسيتم الانتقام منكم إذن هناك توقف المصلحة أنا ما أقول هنا يجب أن نعتمد على أنفسنا وعندما نؤكد أو نثبت أننا جادرين بحق تقرير المصير هنانا حصلنا على حق تقرير المصير الأول والاستقلال لكن حق تقرير المصير الثاني الحرية هذا خمسين سنة لم يحدث بعد وعليه فرنسا نعم في كاميرون لما أريد تغيير الدستور رفضت وعندما يقال لنا أيها العرب أنتم لست جادرين بالديمقراطية لماذا تتم الديمقراطية في كينيا زامبيا تتم في جنوب أفريقيا المستقل التي كانت تخضع للنظام التمييز العنصري فهنا اعتبرها إهانة وشتيمة لشعوبنا وحضارتنا وشتيمة أتتنا أولا من حكامنا لأن إلى حد الآن نحن على مشارف أوروبا نحن نختار هناك أرجل هناك صحافة نقدم الصحافة يعني القاردين تقول نفس الشيء الواشنطن بوست فانشل تايمز يتحدثون عن أرجل كولونيانية تستعمل تستعمل في فرنسا يعني في الجزائر أو في تونس أو في المغرب هناك أطراف من البلد وهم أرجل أرجل كولونيانية عندك أخطابط وأرجل وعندك كلاب وعندك مرتاز وعندك كل شيء لكن التحليلات التي قام بها رجال المخابرات الغربيين بعد سقط الشاه وكانوا يريدون معرفة كيف سقط الشاه وليس نحميه تعرف النتيجة قالوا لو كانت الشارع عبارة عن مدنظمة جمعية كانوا ممكن تدقل تغرغل فيها وضربها من الداخل أو سجن لكن نحن بقى أننا الطريقة الوحيدة لتقرير مصيرنا الحرية هي الثورة الجماعية هذه لا يكون تغرغل فيها لذلك النموذج التونسي يجب أن نعمل كشعوب نعمل كشعوب كأنا أنت كل الشرفة وكل خوة فيه قبل 90% من الطهاد نتج على الخوف يجب أن نعمل على إنجاحها أنا قصير رح نستثمر إذا عندي أي فائضة رح نسكن في تونس أنا رح نخلق هيئة خيرية لازم نبني بيت هذه العائلة بوعزيز البوعزيزي هذا ونضح فيها صورته ونضح فيها هذه العربة التي الناس ساكنة في قصور هو لم يسلح هذا المتخرج الجابعي لمسبحه أن يكسب لقبة العائش هذا أقول لك شعوبنا حية والمرض اللازم تثبت الإسرائيلي كيف يضحكوا العرب ولا العرب لا لديهم ديمقراطية لكن في نفس الوقت إذا أريد لمسا تكون ديمقراطية لا 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 هذا رحان ضد الأمن القومي الإسرائيلي حتى تونس قالوا الإسرائيليين أنهم ضد القومي الإسرائيلي بمعنى نريد أنظم عاملة لكي نقول لديمقراطية الغربية نحن الديمقراطية الوحيدة والعرب لسلهم ديمقراطية وفي نفس الوقت نراهن على أن سلامنا يتمئل مع هؤلاء العملة أبدأ معك سيد أحمد القسم الثاني من هذه الساعة الأولى في هذه التغطية لنتحدث عن المواقف العربية مما حدث في تونس مشاهدية العزاء الموقف العربي من ثورة تونس بعد فاصل فابقوا معنا ونحب بكم مرة أخرى مشاهدية العزاء في هذه التغطية المباشرة والمتواصلة من قناة الحوار في لندن لآخر التطورات في تونس نتحدث الآن عن المواقف الدولية مما حدث تحدثنا عن موقف الأوروبي والفرنسي خصوصا وموقف الأمريكي ماذا عن الموقف العربي ودعوني أبدأ بتصريحات زعيم من الزعمة العرب وهو الوحيد الذي تحدث صراحة عن ما يحدث في تونس تصريح للعقيد معمر القذافي تابعوا معنا ونعمل نعرف حد من برجاب إلى عند الزين الزين عند الزين عند الزين أفضل واحد ليه تونس حقيق وعمل هذه يخلطونس في هذه المرتبة ما يهمني فيكم أنتم ضد ماكم ضد تحبوه تكرهوا أنا أقول الحقيقة لكم شو يعني الزين شو بيعطيني فلوس بيعطيني مجد بيعطيني مكافاة ما بيعطيني شيء لكن أقول لكم الحقيقة أني دايما صارح في الجماهير وصارح في المواطن العربي يخليل في الحقيقة مبين للحقيقة ما في أحسن من الزين أبد في الفقف ترحيب بل التمنعني ما مش على 14 مدى الحقيقة سيد أحمد الأصفهاني أبدأ معك ما وعدت قبل الفاصل نتحدث عن موقف العربي وقد استمعنا إلى زعيم عربي يتحدث عن ما يحدث في تونس قراءته هو للأحداث صلت الأضواء عن مواقف دول الجوار أولا وهذا الصمت الرهيب الذي تميز به غير القذافي ما هو تعليقك أولا كلمة يمكن أن تطلق ليست من عندي بالعكس حتى بعض الصحف الغربية شبهت الأمر بصمت القبور وسبب في ذلك أن ما جرى في تونس لم يكن متوقعا أن يجري في تونس لم يكن أحد يتوقع من الأنظمة العربية أريد فقط أن أوضح النظام العربي الراهن وعندما أتحدث عن نظام العربي الراهن أتحدث عن كل ما هو موجود في العالم العربي ربما الاستثناء الوحيد لبنان لأتبارات لها علاقة في لبنان لكن أي نظام عربي يقوم على ثلاث دعائم الدعامة الأولى هي الحزب الحاكم أو العائلة الحاكمة في بعض الأماكن لا توجد حزب في عائلة حاكمة مالكة أو شيوخ ثم الأجهزة الأمنية وعادة ما تكون مطرابطة مع العائلة الحاكمة أو الحزب الحاكم ثم الجيش وكثيرا ما تعمد هذه الحكومات إلى الفصل بين الجيش كمؤسسة المفروضة أن تكون وطنية لحماية البلاد والسيادة وبين الأجهزة الأمنية لأنها تخشى من أي تواطئ بين الجيش والأجهزة الأمنية وتواريخ الإنقلابات في المنطقة العربية يشهد طالما عندما تتقابل أو تطلاق مصالح الجيش مع الأجهزة الأمنية تسقط هذا هو الواقع العربي الآن بكل تفاعله وبالتالي أن يسقط نظام بن علي بهذه الطريقة وهو الذي كان يملك الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية والفساد المرتبط بهذا الأمر أرسل رعشة في كما يقولون في جسد هذا النظام العربي وكان من الطبيعي أن يواجه كما القذافي بالرفض والتشكيك أو بالصمت المطبق أو حتى في محاولة التبرير والتخفي وراء عبارة أن نترك الشعب التونسي يقرر ما هو مصلحته الواقع أن هذا النظام العربي يريد أن يؤد تماما ما حدث في تونس لسبب بسيط جدا لأن هذه الشرارة كتب تكون العدوى لاحقا في بعض المناطق وأريد أن أده ليست كل الدول العربية مرشحة أن تلحق تونس غالبية الدول العربية مرشحة بعض الدول التي تملك فائضة نفطية كبيرة تستطيع أن تشتري الوضع الاقتصادي الداخلي لأن ما حدث في تونس هو بشقين الشق الاقتصادي لقمة العيش لقمة العيش الكريم ليس أن تكون موظفا وتابعا لجهاز أمني وتتجسس لقمة العيش كما أبو عزيزي خريج جامعة يريد أن يسترزق من البرتقال قتلوه أو قتل نفسه عملية هم قتلوه بلقمة العيش وأيضا نقطة ثانية مهمة أنهم يستطعون أيضا أن يسيطروا على الأجهزة الأمنية والجيش بطريقة أو بأخرى هذه هي بعض المناطق لكن مرشح دول أخرى كي تدخل في هذا السياق صمت القبور ربما هو الوصف العام الذي أجمعت عليه الكثير من التقارير الارتباك الخوف سعد صمت الجزائري كان يعني ملفت لانتباه الصحافة الرسمية الجزائرية لم ترسل حتى مراسل لأيه تونس يعني نتحدث عن بضعة كيلومترات يعني عن الحدود نشرت الأخبار كانت تتحدث عن في ثواني عن خبر وكأنه في زمبابوي كيف ممكن أن نقرأ هذا الصمت الجزائري ثم الجار الآخر رد الفعل المناقض تماما في ليبيا أنه رفض قاطع لهذا تغيير الأمر صار أن التكنولوجيا والأنترنت وغيرها كرمنا الله بها عن طريق الغربيين والأمر الشرقيين الآن لا نحتاج للتليفزيونات العربية ولا غيرها ونقول لك وشيد بالمناسبة بتغطية الجزيرة لاعب الدور الكابير لذلك يجب أن نستثني دولة الجزيرة في هذه المرحلة من أي من أي إدانات الآن الموضوع الأساسي الصمت الجزائري أو صمت دول الجوار هو صمته أو هو حزن أخي على موت أخيه فهذا حزن كبير بنالي على الأقل نحن نعرف من كان يحكمتون مع سقوط وصنهار النظام أو نقول رأس انتهى في الجزائر هناك عدة رقوص الخافية الظاهرة المستثير في اللغة العربية ونحن موجود عنا في اللغة السياسية وعليه أنا أتمنى أن يفهم هؤلاء أن مرحلة الحكم الاستبداد قد انتهى لكن مثل ما قال موت سيتونغ عن أن الاستعمار تلميذ غبي أن الاستعمار يشترك مع المستبد في أنه كذلك غبي لا يعيد دروس وإلا كيف تنتظر الجزائر الجزائر الكبرى بتضحياتها العظمى 130 سنة والعصاء تكون فينا والتضحيات بعد 50 سنة وعلى نحن على مشارف أوروبا عايشنا الويندال الحضارة الويندالية والحضارة الرومانية والحضارة الإسلامية وكذلك حضارة الاستعمار ونحن على مشارف أوروبا تركيا الإسلامية أرادت أن تستفيدها من أوروبا بخلق ديمقراطية لا تنسى النقطة هذه لذلك تخيفنا نحن أنظيمتنا تخيفنا وتخيف الآخرين بإسلاميها بعلما أننا نحن مرشحون إذا كان لدينا إسلامي النهضة التونسية لا تختلفوا أنا أردوغان وغيره شيخ الغنوجي قال لك أنا لا أريد نحكم واحدة ولن نريد لأن الآن تونس أصبحت دولة التي يمكن أن نحكمها قوة واحدة مرشحة مثل ما حدث مثل ما تسابقت في ألمانيا وإيطاليا إلى حد الآن هناك عكم قائم على التراضي والإتلافات مثل إسرائيل وغيرها دعونا نذكر إسرائيل لأنهم يعرفون أنا نتصور الآن هذه فرصتنا نعيه أو العاقل من تعذى بغيره على الجزائر على المغرب على مصر على ليبيا على سوريا على اليمن تعيث هذا بوشي سعيد أو النظام لا أقول اليمن الكشا أن نعيه ونخدم شعوبنا ونسمح بحق تقرير مصير شعوبنا للتحر لذلك أنا أراهن وأقول من واجبنا الأخلاقي والسياسي والتاريخي أننا نقف إلى جانب ثورة البوعزيزي ونحقق شيء نعتبره تمثال له ألا وهو تحقيق ديمقراطية للتونسيين وأنا لم أزور المنطقة منذ 19 سنة أتمنى أن تكون تونس أول زيارة لذلك أستاذ أحمد كان فيه مؤتمر الاقتصادي عربي في شرم الشيخ التقى زعماء عرب كان كثير من الأسئلة بين القوسين الخبيثة من الصحفيين يريدون أن تصنتوا ممكن كلمة من أي زعيم عربي عما يحدث في تونس كان هناك أيضا صمت رهيب عدى تصريح عمر موسى الأمين عام لجمع العربية قال نحترم اختيار الشعب التونسي يريد منك تعليق مسكين عمر موسى حرام يعني أعتقد أنه يجب أن يتقعد هو رئيس جمعي رئيس جمعي الدماثورات أو على الأقل أن نؤسس نحن الشعب العربي جمعية الرفق بالجامعة العربية كي لا تتحول إلى شاهد زور نحن نتحدث عن شهود زور في كل مكان بالعكس أنا أختلف معك القادة العرب تحدثوا بصوت عالي عن تونس لكن بطريقة مختلفة عندما بدأوا التركيز على أهمية خلق فرص عمل للناس أهمية تعزيز الأمن الغذائي عندما ضروري هذا ما كان يقول استعمار عندما تقع ثورات هذا ما كان هذا يعني هذا يعني أنهم أحسوا كما نقول في اللبنان الدارج أحسوا بالصخن ألا يعتقد هؤلاء القادة العرب أننا كلنا نعلم خلال العقود الثلاثة أو الأربع الماضية هذه الأزمة الاقتصادية الكارثية في بلادنا العربية هؤلاء الشباب خذ مصري يا أخي هؤلاء الشباب المصري بالمئات الذين يركبون زوارق الخطر فيغرقون في البحر المتوسط في محاولة في محاولة يائس الوصول إلى الغرب لماذا لم تستبعبهم مصر أو غير مصر إذن هناك أزمة أن يتحدثوا الآن في هذه اللحظة عن معالج هذه الأزمة هو حديث عن تونس لكن ما نسوه أو ما تنساه هؤلاء القادة أن الأزمة فيهم أن الأزمة ليست في الاقتصاد ليست في إجراءات اقتصادية ليست في تخفيض أسعار السكر عشر في المئة أو تخصيص 2 مليار دولار بغض النظر وكل هذه بليارات فقط 2 مليار دولار الأزمة هي أزمة أزمة فساد كما قلت هذا الثالوث الحاكم على الأقل إثنان من الحزب الحاكم أو العائلة الحاكمة والإجهزة الأمنية هم يمتصون هذا الاقتصاد في أي بلد عربي وبالتالي من المستحيل تصور أنه يمكن أن يتخلوا عن هذه السلطة فقط بإجراء مليارين دولار أو بتخفيض أسعار السكر والقمح وغير ذلك أيضا هناك جانبهم جدا الحريات السياسية الحريات السياسية معدومة في القسم الأكبر من العالم العربي وبالتالي ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان هذا أعتقد تعبير سيد المسيح على ما أظن إذا لم يكن مخطئ ليس بالخبز وحده إذن هناك مطالب أخرى هؤلاء القادة غير مستعدين أن يوافقوا عليها فبالتالي هذه القمة وغيرها من القمم العربية لن تؤدي إلى نتيجة إذا لم تتحلح للوضع الداخلي باتجاه الانفتاح على قوى المعارضة الجدية وليست المعارضة التي ترفع يدها فقط في البرلمان وهذا هو محور الأخير وأريد منكم تعليق حول ما ذكره أيضا أستاذ عبد العالي إرزاقي أنه في بعض الدول ربما الأنظمة اشترت المجتمع المدني واشترت الأحزاب وهناك ربما مقاومات داخل مجموعة انتهازية ربما قد تعرق أن يكون هناك نموذج تونسي آخر في الجزائر مصر واليمن أتحدث عن هذه الدول التي يعني رشحتها تقارير وممكن يحدث فيها تغيير هو الحديث عن الإصلاح السياسي ليس أكلام مجرد أين مصدر الفساد عندما لا يكون هناك حكم رشيد عندما لا تكون هناك رقابة شعبية عندما لا يكون هناك تبادل على دداول على السلطة إذا كان الحكام لم يأجب الشارع أو المصوت أو الناخب نحن نجم توقف الحديث عن الشارع نقول المواطن قضيت مثل ما ذكر دريد لحام في مصراحياته أحد المصراحيات نتمنى الجزيرة تبثها كلها أحد المصراحيات الأخيرة الذي يقول أنه عندما نتحدث عن الخبز وسعار الخبز نحن نتكلم عن بوطني نتكلم عن حق المواطنة عندما نتكلم عن حقنا في التعليم حق المواطنة عندما نتحدث عن حقنا في مراقبة الحاكم هذا حق المواطنة عندما ننتخب ونعين ونطر في أحزاب معارضة معارضة لكنها موالية للأنظمة الأنظمة مثل الجزائر في تونس في مصر إلى حد ما خلقوا أحزاب كارتونية هدفها ما معنى الأحزاب في الغرب الذي خلق الغرب خلق الأحزاب ما معنى الحيز لديه برنامج أن يكون بديل أو يعمل منه مقاريب منه مثل الحذاب في بريطانيا اعتلاف اعتلافات في دول أخرى معناها أنك تاب عندك برنامج بديل تطرحه الشعب إذا قبلك تدخل الصوت أيضا هذه الحالات التي لما تقول الجزائر مثلا عندك أحزاب هذه الأحزاب ويكي ليك تتكلم عليها السافر الفرنسوي الأمريكي قال له هذه أحزاب تتبع مصالحها الآنية وليس الستراتيجية الكاملة من يحدث تغيير إذن هذه تكتلات هدفها الأساسي هو الحفاظ على ما هو قائم لذلك خسرت تعبيتها وأصبح الناس لا يحترمونها فقدت مصداقيتها لذلك في تونس نفس الشي لماذا في الجزائر المرة الأخيرة لم تكنك شعارات سياسية ليس معنا أن هذه الأطفال لا تفهم لا لأن النظام قضى على كل إمكانية السماح بتطور ونمو أحزاب وتكتلات هي التي تكون القناة والممثل لما يريده شعب في التعددية لكن عندما ضرب النظام وقصر فبقى الشعب بدون تعطير وفي هذه الحالة يجد النظام وجه لوجه مع نرثه مع الشارع وهذا ما حدث في تونس وهذا ما سيحدث وإسوأ إذا ما استمر نظام العربي على ما هو عليه قدرة بعض الأنظمة على احتواء احتواء الشارع منظماته يعني أننا نتحدث عن عن نظام يخلق حد منظمات الجماهيرية يعني منظمة للدفاع الحقوق للإنسان تابعا للنظام لأن في الجزائر نقابة أكبر نقابة هي وكأنها عضو في الحكومة والأحزاب والأحزاب أيضا هذه الفكرة أنه الكل ربما في بعض الأنظمة يشكل مقاومة لهذا التغيير كيف يستطيع يعني لنخرج من حادث من ثورة تونس تحديدا كيف يستطيع أي نظام عربي أن يدعم قواعده وأن يبقي نفسه في السلطة كيف هذه هي الأسئلة المهمة في مجموعة اهتبارات مجموعة عوامل يعني إذا درسنا النظام العربي شكلها تفضلتم بالقول أنه يمكن أن يخلق أحزابا كرتونية فقط ترفع يدها وتبصم هذا صحيح بأنها تحت شعار شعارات فطفاضة تستطيع أن تستقطب قسما أو أن تمتص النقمة يستطيع أن يشتري إذا كان يملك المال يملك المال نعم ليبيا الجزائر دول الخليج تستطيع أن تشتري ولاء الناس ومصالح الناس ترسل الطلاب ببعثات اجلسوا في بيوتكم واخذوا مصاري وأي شيء تستطيع أيضا أن تستقوي بالغرب هذا نقطة مهمة جدا اليمن نموذج قد يكون حماية النظام اليمني جزء أساسي من استراتيجية الغرب وهذه أخطر نقطة هي الرابعة طبعا يمكن أن أعدد لك نقاط عديدة أخطر نقطة هي الاعتماد على التناقضات الاجتماعية الداخلية طائفية على بعض الدول العربية لها وضع داخلي حساس يمكن أن نذكر كل دول المشرق العربي من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى الأردن هناك اعتبارات عرقية طائفية مذهبية فبالتالي يستطيع النظام خذ لبنان الآن كلنا نتحدث عن لبنان لبنان الفتنة السنية الشيعية المسيحية الإسلامية إذن يستطيع النظام الفاسد أن يحرد هذه الغرائز من أجل حماية قواعده قبل في ضوء سورة تونس خرجت مظاهرة في الأردن على ما أعتقد في منطقة من المناطق تصدى لها الناس العشائر إذن قد يكون هؤلاء الناس من العشائر من الشركة من الفلسطينيين ضد الأردنيين من الأردنيين ضد الفلسطينيين سميها ما شئ عمليا في لبنان اتحاد النقابات يدعو إلى مظاهرة من أجل تخفيض سعر الرغيف إذا كان مسؤول النقاب مسلما فالمناطق المسيحية لن تدخل في الإدراف إذا كان صنيا لن يشارك الشيعة إذا كان الشيائي إذن يمكن أن تلجأ هذه العوامل إذا لم تعالجها النخب وهنا أريد أن أشدد على أهمية النخب بالمعنى السياسي الفكري الحضاري عندها هذه الأنظمة ستبقى رابضة على صدور الشعوب إلى أبد الآبدين لكن قضية النخب فيه نخب معارضة النخب التونسية أخي سليم التخينا بالعشرات كانوا يروجوا ويصفقوا لبن علي وتسميها ما شئت والثورة والحرية النساء لكن أيضا كنا نلتقي بنخب تونسية تكتب وتحاضر وتشترك في الحوارات التلفزيونية بعكس تماما هذه النخب موجودة لكن النخب الصافية التي نتحدث عنها يجب أن تعالج هذه الاعتبارات يجب أن تتعامل مع عناصر قوة النظام من أجل بناء قوة أخرى قادرة على إسقاط النظام هل نستطيع أن نعمل عملية استشراف لواقع ربما الواقع العربي خلال هذه السنتين بعد ثورة تونس هناك من يقول أنه ستؤرخ ثورة تونسي لما بعدها شوف بعد الاستقلال كانت طغمة والمجموعات الحاكمة كانت متطورة على شعوبها في منطقتنا لكن الآن أصبحت الشعوب متقدمة لحكوماتها إذا كان هناك استشراع الآن مثل الجزائر يعالجون القضية أمنية يعني بالعصى في تونس هذه عشرة مليون كان عندهم ستمائة ألف رجل أمن و بوليس تعرف فرنسا كم عندها عدد البوليس والأمن هو خمسين مليون نفس العدد في الجزائر عندك الجزية المخابرات والبوليس والجيش والمخبرين يعني مليون واحد تسليح تخويفهم الإرهاب راح أنه يقول هناك تخويف لمدة أبو أين زي بن علي يخيفهم من النهضة ونقول لنهضة الإسلاميين المتعرض والقوى السوداء والظالمية لمدة 23 سنة لكن التحرب من المعالجة السياسية هو خلقت الأحزاب وساعد الحزاب الصغيرة لكن لم يسبح لها دخلها في المرأة لكن قالت هذه الأحزاب قال أحد الرئيس أنا دوري هو دعم الرئيس بمعنى حتى الأحزاب اللي كانت تقول أنا مع الرئيس تأخذ العصا من حين إلى آخر أنا أتصور المعالجة الأمنية لشعوبنا الآن على الطريقة الاستعمارية الاستعمار كان قويم متعلم أحسن مننا جزائر 130 سنة فرنساوية وأنا نقول لك نكتب أن نكتب المناسبة أنا سألت أحد الرجال دولة الجزائرين قلت له ماذا شهد وكان يرافق أبو مدين وشهد من جديد دائما جنبه ماذا وجدت من الطرائف وأنت ترافق هذه الرئيسين قال لي مرة من مرأات كنت مع الرئيس أبو مدين في الجنوب الجزائري فالرئيس أبو مدين معادته كيف حاكمك فتحدث له أحد الرجل الرجل هارب قال له سيد أبو مدين نحن بالأمس رحبنا باستعمار الفرنسيين واليوم نرحب باستعمار إخواننا الجزائريين فأنا نتصور أن الآن الأحكامنا نقلوا وأستعاروا من المستعمر بحيث يستعمل آلة الترهيب والتخويف والبوليس وقضية الوصاية عليك دائما أن الشعب لا يفهم أنا أقول باستحوية ناس الشعب الجزائري والتونسي والمغربي والمصري راهم ناس فاهمين وليسوا أقل فهما من الدول اللي موجودة في القارة الإفريقية كينيا والدول الأخرى جنوب إفريقيا عملت طورة الخطارة أختمعك سيد أحمد في قضية الاستشراف استشراف أولا يجب أن نحذر من التدخل الغربي الذي يريد أن تؤندرمين يريد أن يدمر هذه التجربة لأنها تجربة خطيرة على مصالحه ولم يتخلى بعد عن النظرة الاستعمارية الكولونيولية كما هذه يجب أن نحذر منه والنقطة الثانية يجب أن نحذر أيضا من التناقض الداخلي هذه التجربة التونسية يمكن أن تكون مؤشرا على مستوى العالم العربي إلى إمكانية أن تلتقي أحزاب النقبة بإسلاميها ويساريها وديمقراطيها وحتى يمينيها من أجل التغيير فعلا وإقامة نظام عادل يحفظ مصالح الشعب إذا تجاوزنا هاتين المسألتين أعتقد أن تجربة تونس ستنتشر في العالم العربي لكن قد لا تكون سنة أو سنتين حكما ستكون مؤشرا على تغيير جزري في العالم العربي قد يبدأ من فوق وقد ينطلق من تحت أشكرك جزيلا شكرا للمحلل السياسي والكاتب الأستاذ أحمد الأصفهاني على هذه المشاركة كما أشكرك أستاذ سعد جبار الخبير في قانون الدولي وحقوق الإنسان على هذه المشاركة يستمر الشعب التونسي على هذه المشاركة وشاهدي العيزاء تعطيتنا المباشرة والمتواصلة لقراءة تطورات الأحداث في تونس مستورة من قناتي الحواري في لندن أن انتهت فقرتي هذه الأولى أستدعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة